السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبرنا ربنا تمنى عليكم النهاردة درسنا بارغراف بارغراف how to write a baragraaf ok توقعنا الله let's begin how to write a baragraaf how to write a baragraaf we have a baragraaf about routine يومي routine يومي بيحصل بالنسبالي فانا قلت I get up at 6 o'clock in the morning every day I wash and have my breakfast then I go to school by bus I have 6 lessons a day I come back home at 2 o'clock in the afternoon I do my homework in the evening again I get up I get up I get up at 6 o'clock in the morning every day I wash and have my breakfast then I go to school by bus I have 6 lessons a day I come back home at 2 o'clock in the afternoon I do my homework in the evening I have a simple baragraaf 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 بسيط خالص فصلة I get up at 6 o'clock in the morning every day what's the main goal get up okay at 6 o'clock وعرفت إن الساعات بيجي قبلها in the morning فترة اليوم الواحد بيجي قبلها in يبقى أنا استفدت من الجملة الأولية I get up معنى كلمة جيطب يعني أصحو at بيجي قبل الساعة معنى في الساعة السادسة in the morning in برضو معنى في بيجي قبل فترة اليوم الواحد I get up at 6 o'clock in the morning every day I wish and have my breakfast I wish بيغسل بيغسل أو بيغسل have تناول breakfast وقبة الإفطار ذن ذن بعد ذلك أستخدم كلمة ذن 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 في اليوم I come back I come back at 2 o'clock in the afternoon الساعة 2 بعد الظهر I do my homework بعمل واقبي in the evening في المساء يبقى يبقى ان البراجراف ده أنا عرفت in the morning يعني في الصباح in the afternoon فترة بعد الظهر in the evening في المساء يبقى عرفت في البراجراف ده ثلاث فترات يعرفت اي تاني جتب جتب يسخو وعرفت ان الساعات بيجاب لها at وعرفت ان موننج بيجاب لها in موننج موننج يبقى يبقى ممكن نتناقش في البراجراف ده كتير والجمل اللي في البراجراف سفدت منها كلمات من افضل الطرق اللي ممكن نستفيد فيها من البراجراف ان انا اسئل اسئلة اجابتها موجودة في البراجراف فانا نتناقش مثل اي جتب at 6 o'clock in the morning every day بسألك بقولك ايه وين دو جتب وين دو جتب عشان تقولي اي جتب at 6 o'clock او اقولك what do you do at 6 o'clock عشان تقولي اي جتب سهلة مش كده طيب نشوف نقرب let's try وين دو جتب 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 اي جتب وين دو 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 جتب أعود أن أعود أن أعود Julie الى وقت أعود المترجم لك من المترجم للأنه كم تفعلية أعود Julie الى وقت أعود أعود Joan al-Saharao يبقى في هنا سؤالين what do you do in the evening or when do you do your home work متى تفعل when do you do your home work what do you do in the evening ماذا تفعل في المسارة يبقى البراغراف اللي عندي ده لو سألتك what do you do every day هتقول لي I get up at 6 o'clock I wash and have my breakfast I go to school by bus I have six lessons a day I come back home at 2 o'clock I do my home work in the evening in the evening ده رد على السؤال اللي هو what do you do every day يبقى ده براغراف خدتنا البراغراف قلت جمل وأذاكر معناها أو أعرف معناها قول أو أسئلة واتناقش علشان أوصل لإجابتها ومن إجابتها يبقى أنا بعمل البراغراف ان شاء الله هنكمل مع بعض البراغراف البراغراف كثير أوكي ما تنساش ان البراغراف لازم يبقى سيمبل لازم يبقى بسيط جدا والجمل واضحة والجمل بسيطة أوكي توكلنا الله اشتركوا في القناة